موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام للاستعراضي أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لهذا اليوم الخميس الموافق للثاني من شهر إبريل لعام 2020 على الله توكلنا مشاهدنا ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي استهلت في أول صفحاتها لهذا اليوم الملك يصادق على تعديل قانون الشركات التجارية مائة ألف مشترك في تطبيق مجتمع واعي الغرفة المخزون الغذائي يكفي لثمانية أشهر الجوازات وقف استقبال المراجعين وتقديم الخدمات الالكترونية وهذا ولفتت صحيفة الأيام لهذا اليوم وزارة المالية البحرين تسدد سندات دولية بقيمة مليار ومئتين وخمسين مليون دولار القطاع المصرفي الخارجي قادر على مواجهة الأزمات الصحة لا انتشار للفيروس بين العملة الوافدة سفارة مملكة البحرين في الأردن لا إصابات بين البحرينيين بكورونا ومع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت لهذا اليوم الأعلى للمرأة بدء العمل الميدني للحملة الوطنية متكاتفين تشين خدمة رفح الدعاوى المدنية والتجارية الإلكترونية بكل درجاتها الكهرباء تبدأ في تحمل الفواتير لمدة ثلاثة أشهر لجان الشورى توافق على سداد رواتب القطاع الخاص من التعطل وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت طيران الخليج نقل شحنة غذائية من أوروبا ضخ مئة طن من الخضار والفواكه إغلاق حدائق وملاعب المنامة أهلا بكم من جديد لفت الصحيفة الوطن أن وزارة الصحة كشفت عن رصد حالتي إصابة بفيروس كورونا ضمن الحالات القائمة لمواطنين قادمين من بريطانيا حيث بلغ عدد الحالات 228 حالة منها ثلاث حالات تحت العناية فيما بلغ عدد الحالات المتعافية 337 حالة حتى الآن بمناسبة يوم الصحة العالمي والذي يحمل هذا العام شعار دعم التمريض والقبال نشر الصحيفة الوطن أن فائقة الصالح وزيرة الصحة أكدت أن الإسهامات البارزة التي يقوم بها الطاقم التمرضي خلال فترة جائحة فيروس كورونا هي جهود تستحق الشكر والتقدير فالكادر الطبي البحرني أثبت في هذه الظروف الاستثنائية أنه قادر على التعامل مع مختلف التحديات من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع كأولوية قصوى نشر الصحيفة الأيام أن رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة قال إن مجلس الجامعة قرر تقييم الطلب خلال الفصل الدراسي الثاني بوسائل تقييم تقوم على الوسائل المتبعة عالميا في نظام التعليم الألكتروني ولن يحتسب الفصل الدراسي الثاني الحالي ضمن الإنذار الأكاديمي وبالنسبة لطلبة الدراسات العليا فسيتم تقييمهم وفقا لمجمل أعمالهم خلال الفصل الدراسي لفت الصحيفة الأيام أن وزارة الصحة أفادت بأن الحالات السبع والأربعين القائمة والتي أعلن عنها هي لعمال وافدين كانوا تحت الحجر الصحي الاحترازي بمقر سكنهم بمنطقة سلمباد حيث تم نقلهم إلى مركز العزل والعلاج في سترة مؤكدة عدم انتشار هذا الفيروس بين العمالة الوافدة كما يتم الترويج له وتهيب بالجميع بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الدنيا بخير طال عمرك عنوان مقال للكاتب فيصل الشيخ في صحيفة الوطن فإلى هذا المقال في أحلك الظروف التي مرت على بلدنا لم نشاهد الملك حمد بن عيسى إلا وهو واثق وهادئ وحكيم في أفعاله وأقواله شاهدناه دائما شادا من عزيمة مواطنيه ينصحهم بالصبر والإخلاص وحب الوطن يذكرهم دائما بأن بلادهم بفضل من الله ونعمته بخير رسالة الملك متمثلة بكلمتين هما الحمد لله تعليقا على وصف أننا بخير ولله الحمد وفيها كلام كثير جميل نعم البحرين بخير بإذن الله في ظل هذه الظروف الصعبة التي عصفت بالعالم بسبب فيروس كورونا البحرين بخير بإذن الله لأن بلادنا بتوفيق من الله قامت بخطوات استباقية واحترازية سعت فيها للحفاظ على الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه وهي بخير بإذن الله لأننا نتذكر المرات التي خرج علينا قائدنا الملك حمد بن عيسى بوجهه المبتسم وشخصيته المحبوبة ليرسل لنا رسالة إنسان واثق بأن هذا الوطن سيظل بخير وأن جهود المخلصين المبذولة جميعهم ستضمن بعون الله أن تكون بخير إلى ذلك نشرت صحيفة الأيام أن مصدرا مسؤولا بسفارة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نفى تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين البحرينيين في الأردن والتي يصل عددها إلى 650 بحرينيا مبينا أن السفارة البحرينية وبالتعاون مع السلطات الأمنية الأردنية تقوم بإيصال المساعدات الغذائية والاحتياجات الضرورية لطلبتها البحرينيين الذين يدرسون في مدينة إيربن صحيفة الأيام نشرت أن مجلس أمانة العاصمة ناقش خلال اجتماعه يوم أمس ألكترونيا ناقش مخترحا بالإغلاق المؤقت للحدائق والمتنزهات والمماشي والملاعب الخاضحة لإدارة أمانة العاصمة وقال المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من إنشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المرتدين تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من إنشار فيروس كورونا لفتت صحيفة الأيام أن إدارة مجمع السلمانية الطبي أعلنت عن تجشين مركز الاتصال لمواعيد العيادات الخارجية بقلم الدكتور شمسان الملناعي نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان البحرين وتجربة الفريق الواحد في مواجهة كورونا فإلى سطور هذا المقال كان للأزمة الوبائية المتمثلة في فيروس كورونا جوانبها الإيجابية في مملكة البحرين حيث ظهر ذلك التلاحم الوطني بين القيادة والشعب منذ أول يوم في مواجهة الأزمة تضافرت كل الجهود الرسمية والأهلية في مواجهة هذا الوباء وعطت البحرين درسا للعالم في كيف يكون التماسك والوحدة الوطنية عند الأزمات وأشهد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بجهود مملكة البحرين في احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كل تلك الجهود تمت بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملاكي الأمير سلمان بن حمدى الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الصفوف الأمامية كان هناك الأطباء والممرضون الذين كانوا يعملون على مدار الساعة في المستشفيات والمحاجر الصحية بكل إخلاص وتفان ولقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهم وبأن فريق أطباء البحرين هم من الأطباء الأوائل الذين التزموا بأخلاقيات المهنة ووقفوا ضد هذا الوباء شعب البحرين كذلك انخرط في التطوع والعمل الميداني في كافة المجالات ولم يكن ذلك يتحقق لولا وعيهم وتحملهم لمسؤولية المشاركة المجتمعية تبقى قافلة الإصلاح تسير بكل حنكة واقتدار إلى خير الوطن والمواطن وكل من يعيش على تراب هذه الأرض الطيبة لذلك نقول شكرا لقيادة البحرين وشعبها نشر الصحيفة الأيام أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها يوم أمس أكدت عبر الاتصال المرئي على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات في ظل التراعيات الاقتصادية التي قد تحدث بسبب فيروس كورونا موسيقى من صحيفة أخبار الخليج نطالع عن المجلس الأعلى للمرأة بدأ في تنفيذ جانب العمل الميداني لحملة متكاتفين لأجل سلامة مملكة البحرين التي قام بتجشينها مؤخرا وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين وتتطمن هذه المرحلة العمل على توفير وإيصال المستلزمات الاستهلاكية والصحية الضرورية للأسر ومساندة أسر الكوادر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية صحيفة أخبار الخليج تناولت أن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أدرج اسم مملكة البحرين متمثلة بجمعية الهلال الأحمر البحريني على قائمة الدول التي استجابت لنداء الاتحاد الخاص بجمع التبرعات في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في العالم لفتت صحيفة أخبار الخليج أن إدارة مكفحة جرائم الفساد دعت إلى أرسال أي بلاغ عبر البريد الخاص بالإدارة أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لها وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان الإجرام الأعلامي في وقت الأزمة للكاتب السيد زهرة فإلى صدور هذا المقال نلاحظ أنه في كل المتمرات الصحفية التي تعقدها اللجنة الوطنية للمواجهة يحذر المسؤولون من إساءة استخدام مواقع التواصل ومن نشر الإشاعات ويخصصون وقتا للرد على المعلومات الكاذبة الخبراء في العالم كله يجمعون هذه الأيام على أن استقاء المعلومات الموثوقة الصحيحة ومن مصادرها الرسمية يعد أكبر العوامل التي تطمئن الناس وتحميهم وتدفعهم إلى الالتزام بالتوجهات والإجراءات الاحترازية المطلوبة التي تضمن سلامتهم بالتالي فأن مروج الإشاعات والمعلومات الكاذبة المضللة هؤلاء يروعون الناس وقد يدفعونهم إلى سلوكيات تعرض حياتهم فعليا للخطر في الأوقات العادية لكن في أوقات الأزمات مثل ما هو الوقت الحالي فأن جرائمهم تصبح مروعة وخطرا يهدد الأمن الوطني بكل معنى الكلمة ولهذا وجدنا أن كثيرا من دول العالم في الأزمة الحالية فرضت عقوبات استثنائية مشددة جدا على كل من يروج إشاعات أو معلومات مضللة كما أن للمواطنين دورا في غاية الأهمية هنا المفروض أن ينبذوا هؤلاء المجرمين وأن يحرصوا على الاعتماد على المعلومات التي تعلنها أجهزة الدولة الرسمية علمت صحيفة الوطن أن عدد المشتركين في تطبيق مجتمع واعن الذي جاء من الحكومة الألكترونية ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا فاق المائة ألف مشترك نطالع من صحيفة الوطن أن وزارة المواصلات والاتصالات أكدت أن ميناء خليفة بن سلمان يعمل مع كافة الشركات لضمان التسليم السريع للحاويات والشحنات لضمان توفير مخزون غذائي كاف لأكثر من ستة أشهر نقرأ من صحيفة البلاد أن خبراء ومسؤولين في مجال التأمين في مملكة البحرين أكدوا أن فيروس كورونا لا يشمل الأمراض التي تغطيها وثائق التأمين بالمملكة بسبب تصنيفه كوباء من قبل منظمة الصحة العالمية حيث أن التأمين الصحي يستثني أي مرض أو فيروس يصبح وباء ومن الصفحة الاقتصادية نطالع أن مصرف البحرين المركزي قرر إعفاء البنوك والشركات من أعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري سعيا لتخفيف الالتزامات عليهم بسبب فيروس كورونا وإلى فن الكركاتير ترجمة نانسي قنقر وفي ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع نذكر ونقول أبقوا في بيوتكم خلكم في البيت وهالشيء طبعا عشان صحتكم وصحة أهلكم واصدقائكم والناس اللي حولكم ربي حفظكم ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة